لو ننتقل إلى جنب أخرى وهي علاقة أخوية أكو واحد هذا المثل العربي أو المثل البدوي المعروف قال لولا حجي أبوك مات قال لهم قضى وطرة من هذه الحياة عمره خلص زين قالوا لي أمك ماتت قال لهم قدر الله لها عمرا معين وتغمدها الله برحمته راحت بعد أمرها مرت شبيرة وراحت قالوا لي ابنك مات قال لهم عصى الله أن يعوضني خيرا أزوج ويصير عدي بعد أطفال قال لولا أخوك مات قال الآن انكسر ظهري حسى انكسر ظهري الأخوه ما يتعوض علاقة الأخ بالأخ أنا أعرف ناس أخوة اثنين عدهم خلاف بسيط على مود عزيمة على مود عزيمة شنون يسوي دعوة ما عزمني أسمع من الغريب تدرون شقد صار للخلاف خمسطعش سنة والله ثقوا بالله خمسطعش سنة زين هذا شي حلا هذا شي حلا ها والحكي واصلوا حكي لفلان ما ريدا يمشي بجناستي ولا مشي بجناستي ولا أجي ولا يجيني ولا كذا ولا كذا هاي وإحنا هسا بأمس الحاجة إلى من يسند ظهرنا إلى من يحمينا إلى ما أن نوقف جنبه ويوقف بجانبنا أيضا نخلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع وياكم والدي والدي توفوا بحادث وعندي بس أختي الكبيرة من الزوجة فما عندي أحد يعني ورحت عشة يمهم ويوميا أطلع أشتغل يعني حتى أوفراني الفلوس النفسي لأن شي كيد هما منحيرون بي يعني فوق اللي دعنام أدهم فأطلع وارجع متأخر للبيت أخي شي قيم تسمع يعني هو يحكي من رجلها فذلك يعني قمت أصطر أتأخر بالليل وأبقى الـ 12 حتى أرجع أرجع لقاهم ناعمين وما يحكي في يوم من اليوم رجعت وظليت أدوك بالباب ما حد يفتحها أدوك هم ما حد يفتحها فلقيت بالتليفون على أختي أدوك أدوك ما حد يرد لقيت أرجع همي نفس الشي يعني أدوك هواي ما حد يرد فقيت خلو ما أبقى بالشارع فأطفرت من السياج وما انتبهت يعني رحت قبل ذقيت الباب الجوة طلع رجلها فقامي عايط علي وتعارك وقال لي بلت يبقى بهالبيت عايط عليك يعني شنو شير منك قال لي احنا خلو ما فاتحين فندق انت تجيين هين شب وقت متأخر قال لي قال لك فندق اي ومو بكيفك تفوت وتطلع بمثل عبارة انه هذا مو فندق اي انت تفوت وتطلع بكيفك ليش لانه جيت متأخر اي وقال لي يعني مو تفوت براعتك شوكي تفوت وتطلع يعني بوقت بكيفك اي اي فقلت لي يعني انطيني أغراضي حتى دع تريد أطلع انطيني أغراضي أطلع فلقيت اهو اصلا يعني محضر اغراضي وحاطن بالحوش فقلت لي اني اغراضك روح اطلع اخذينه وطلع فانها مضليت حائر يعني وين اروح و لقيت احاق اغراضك محضر الفيان بالحديقة اي برا وشلتينه طلعت زين اختك محجت هاي اشي يكيد يعني متى احشلين رجلها محجت يعني محجت يعني ما قالت اي شي لا احبت الكرام الرسالة الليريد نوصلها للناس ونحن نتحدث اليوم عن صلة الارحام والعلاقات الاسرية وركزنا بشكل كبير على علاقاتنا الاسرية رغم ان احنا بدينا بصلة الارحام لكن الامر تطور ووصل الى العلاقات داخل البيت الواحد قبل مشكلته يا ابن عمي ويا ابن خالي ويا جيراني ويا فلان قرائب من نفس العشيرة هسا مشكلة ببيتي ويا والدي ويا والدتي ويا أخوي ويا زوجتي ويا بنتي ويا أختي ويا ابني هنا وصلت القصة الى خط أحمر لابد نراجع سلوكنا نراجع أخلاقنا نرجع الى ديننا ونحن في شهر الطاعة ونحن في شهر رمضان شهر المغفرة لازم نرجع ونفكر حياتنا ليه شيتش وشنو اللي خلصنا من هذه الانا عليك يا فاكبويا حط رجلك بالقاع ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولها شو هدا تريد تمشي؟ شو تريد يتساوي؟